موسيقى 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 ومشيت للبنان كل سنة تقريبا شي شهر تماك و الحمد لله كان جريبا زوينا وتعرفنا على أصدقاء جداد و الحمد لله سؤال تفهم اللي وقع هو أن إليسا يعني كتظن أنني أنا حاس براسي وداخل وطايق براسي بزاف وحالة داخل صهراء ولكن أنا دخلت ديك دخل يعني يعفوية أنا كاكدير يعني كما كان دخل حافلة ديالي كما أي بلاسة يعني كاكدير يعني كما الأصدقاء ديالك يعرفون يعني إلي كان أضحاك وهذا وحسبت أني يعني حس براسي وطايق براسي بزاف وصاب يوقع سؤال تفهم وما قبلتنيش في مرحلة تانية مرحلة الأولى يعني قبلوني راغب علامة ودوني سامير غانيم اللي لقبتني بالبرنس وإلي الساقة لي أنت طايق براسك ولكن مهضوم لها شكرا الفيديو كليب ديالة قصيرة اللي صورته بتايلاند يعني كانت قصة قديمة مع واحد الفتاة يعني تعرفت عليها وكانت العلاقة ديالناها علاقة صداقة ومن بعد يعني اكتشفوا الأهل ديالها بأنها معايا وهذا ومما كان واحد في طايلاند متشددين بزاف ما كيبغوش بناتهم تعرفوا على أجانب وهذا وجابوا لي لبوليس الأوطيل ومشيت معاهم ويعني تقريباً شي شهر يعني مخرش من الأوطيل يعني داروا لي براس لي ما منوع أنني نجي للمغرب والحمد لله من بعد يعني يعني جاء الحكم وتحكمت بارأة عند ذيك اللي فاتت يعني كنت بينه وبينها علاقة صداقة وهي اللي قلت لي ومرها ذاك غير صديقة يا لي ما بينه وبينه التشهجة والحمد لله ودخلت لبلادي وأنا ما يمكنش أنني نتوج وحدة أجنبية أنا بغيت نتوج مغربية بنت في لدي أمورة قصيرة شجلت فيديو كليب جديد يعني أغنية اللي بيع أنوان خلينا خلينا اللي تعاملت فيها مع مع الأشقاء الجزائريين مع أخويا ليس نيزاليل مايسترو وكاتبات كلمات أخت واهبة ودياب والحمد لله يعني لقت واحد الاستحسانة من عند الناس وعجبتهم بثاف ودبا إن شاء الله كان وجد واحد الجديد إن شاء الله ليكون إن شاء الله في المغرب بلادي إن شاء الله الفن يعني خديته كموهبة مشي كحرفة يعني كمهنة يعني الضرفية اللي خلتنا أننا نخدمه في الليل والكباريات حيث ما كان شي دعم من شي جهة مثلا من شي شركة شركة إنتاج اللي غادي تدعمها كلها ضروري خلصك تنتج من 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 جيبك يعني أغني اللي تخلصهم تخلص الملحين تخلص كاتب كلمات خلصك تدعم راسك براسك ما كانش لي دعمك لك شاء الله تلتجؤوه الأغلبية اللي في المغرب يلتجؤوه الكباريات بيش دعمه وراسهم ولكن من غادي وصل بطبيعة الحال غادي غادي عتاز الصغير والكباريات وبطبيعة الحال حيث هذك مشي فن هذك مينة ونحن كنبغيو الفن يعني بغينا نديرو الفن في بلايس اللي غادي الناس يشوفوكي أني تعجبهم يصبقوا ليك ويتحس براسك فنان مشيتحس براسك هاركا تغني وصافي كان شكر الجمهور ديالي وليفان ديالي لكي يتابعوني دائمان وكي يشجعوني وكي يدعموني وكنتمنى ديما نكون عند حوص نطندي لهم وانا يا عمري ما غادي ناخد لهم ديما غادي نعطيهم شي حاجة لي في المستوى اللي ان شاء الله يسمعها الكبير وصغير قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناه في العشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية